ونبتدي مشاهدين أقول فقراتنا في الخميس عشر نوفمبر 2011 وفقرة الصحافة كالمعتادة يكون مشرفنا نهارده أستاذ محمد سعد عبد الحفيز رئيس القسم السياسي بجارية الشروع هنتكلم معاه في أهم منشبتات أخبارنا نهارده صباح الخير صباح الخير يا أستاذ فادي يعني النهارده من الأيام الحافلة يمكن كل ساهم طيبين طبعا عجزة عيد الأضحى المبارك بس يمكن خرجنا منها على أحداث كثيرة جدا ويمكن نصحينا الصبح النهارده زي ما كنت أقول في المقدمة أنه تفجير خط الغاز للمرة السادسة سمحا ما بيقول لي المرة السبعة وفي جميع الحالي السادسة سبعة ولا السبعة يعني هي حاجة تحزن مش هقول كده خلونا نأكل عميل الأخبار بالترتيب وهنتناقش هكي طبعا الأخبار هتجيب بعضها والكلام هتجيب بعضه من المصر اليوم الصفحة الأولى مليونية الوثيقة الإسلاميون يهددون باعتصاد مفتوح وأحزاب وقوة سياسية ترفض المشاركة وده بخصوص مليونية 18 نوفمبر اللي مفروض أنها تحصل والشروق الصفحة الثانية الانتخابات دخلت في الجاد والأهرام الصفحة الأولى التحقيق في تمويل مجبوه للدعاية الانتخابية وده بيناقض الخبر اللي بعديه من الأخبار الصفحة الثالثة اللجنة العليا للانتخابات تصرح أنه لا شكاوة من استخدام شعارة دينية أو تلقي أموال من الخارج وتناقض الرئيس والشروق الصفحة الأولى أزمة روائن جديدة تشعل الصعيد وبقى كده عندنا سهاج وإنع وصباح الخير على دنيات والمصري اليوم صفحة الثالثة تهران تتحدى الوكالة الذرية وهجوم إسرائيلي أمريكي على البردعي وآخر خبر من الأخبار الصفحة الأولى المعارضون السوريون بالقاهرة يعتدون على وفد المعارضة القادم من دمشق وبين قوسين حدفوهم بالبيت نبتدي بأول أخبارنا من المصر اليوم مليونية الوثيقة وده بخصوص 18 نوفمبر اللي جاي مش الجمعة بتاعة بكرة اللي بعديها الإسلاميون هددون باعتصام مفتوح وأحزاب وقوة سياسية ترفض المشاركة مازال الجدل على وثيقة الدكتور علي السلمي المعروفة بوثيقة المبادئ الدستورية قائم هناك عدد من القوى ذات المرجعية الإسلامية رفضت الوثيقة ورفضت حضور اجتماعات الدكتور علي السلمي مع ممثلي الأحزاب والقوة السياسية احتجاجا على أن المفترض أن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في حكومة مؤقتة لا يحق لها بأي حال من الأحوال وضع وثيقة لمبادئ دستورية وتكون تلك المبادئ ملزمة للبرلمان القادم وللجنة المائة المفترض أن هي هتضع الدستور وتصيغه وتعرضه على استفتاء شعبي اعتقد أن الوثيقة هي فيها مشكلة هو الوثيقة كل البنود اللي فيها متفق عليها باستثناء المادة التاسعة ممكن تسميع وثيقة المادة التاسعة وهي المادة التاسعة بتقول أنه يعني وده اللي مكتوب فيها أنه القوات المسلحة لا أحد يسألها في شيء ولا حد يعرف أي حاجة وأنه يعني الميزانية تبقى هي هما يتناشوا فيها وتتحط هو طبعا الجدل كان على المادة التاسعة والمادة العشرة المادة الخاصة بأن موازنة الجيش أو ميزانية الجيش لا تناقش داخل البرلمان وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المفترض أنه يناقش الميزانية ووضعها رقم واحد في الموازنة العامة للدولة هذا الكلام لا يحدث في أي دولة ديمقراطية في العالم طبعا أنا عندي سؤال يا سيد محمد هو بس يعني ببساطة كده هل ده يجوز دستوريا يعني أنه ينفع أن سلطة المجلس الأعلى تبقى أعلى من سلطة الرئيس بالطبع لا مجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد انتخاب برلمان وتشكيل حكومة وانتخاب رئيس مدني ووضع دستور المفترض أنه دوره في الحياة المدنية وإدارة الدولة انتهى بشكل أو بآخر موازنة الجيش طبعا في جزء منها سري الخاص بالتسليح وجزء آخر غير المفروض معلن يتم مناقشته داخل لجان البرلمان المختلفة وحتى الجزء الخاص بالتسليح كما هو معروف في دول العالم هناك لجان نوعية في البرلمان اسمها لجان الدفاع والأمن القومي تناقش موازنة الكوات المسلحة بشكل سري وغير معلن وتطرح ما وصلت إليه من مناقشات على الجلسات العامة على البرلمان لأغذر موافقة عليها ومن حقها أنه ترفع الموازنة أو تخفضها أو ترشب من هذا الانفاق وبالتالي وضع خصوصية لموازنة الكوات المسلحة داخل وثيقة تضعها وزارة تم تعيينها من المجلس الأعلى الكوات المسلحة يخلي فيه علامات استفاقات كتيرة في نفس الوثيقة أيضا وضع خاص للجيش داخل الدولة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بصفته الحامي للشرعية الدستورية طبعا ده وضع معيب هيرجعنا سنين لورا وهيدخلنا قدامنا التجربة التركية خير ودليل على اللي ممكن يحصل كمان في المستقبل التجربة التركية كان الجيش حامي علمانية الدولة بنص الدستور حصل من لحد منتصف التسعينات أكتر من انقلاب من المؤسسة العسكرية على حكومات ووزارات ورؤساء منتخبين بنص الدستور طيب تمكن الجيش من انه يتدخل ويعزل نجم الدين أربكان اللي كان شكل حكومة مع تانسو تشيلر سنة ستة وتسعين مش عايزين يعني احنا عملنا ثورة لانهاء حكم الفرض وانهاء وصاية اي مؤسسة على باقي مؤسسات الدولة وعشان نأسس لحكم مدني وحكم مؤسسات وبالتالي ان احنا نضع او نعطي الحق لمؤسسة ما ان هي تمارس دور تسلطي على اي مؤسسة اخرى ده مرفوضة طيب انا بس شغالي البسيط هو طيب واضح موقف الاسلاميون وعزابه قوة السياسية بترفض طيب اللي وقعوا في ناس منهم قالوا والله احنا تحفزنا مع انه هي الوثيقة فيها يتوافق يا لا توافق تبدل يعني هو الموقف ايه حصل اجماع على رفض المادة التسعة من تلك الوثيقة اجماع من كل القوة السياسية ووعد الدكتور علي السلمي بتغيير تلك المادة ودعا الاجتماع تحضره باقي القوة السياسية للاتفاق على الوثيقة دون المادة التسعة فكذا ده تحفز مقبول تحفز القوة الاسلامية تحديدا اللي هو حتى الان غير مفهوم هم شايفين ان وضع وثيقة من حكومة مؤقتة ده مش مسموح به في الوقت الحالي وده مهمة البرلمان اللي هيشكل لجنة المية وده حق اراه حقا ان البرلمان اللي هينتخب الشعب هو اللي من حقه انه يشكل اللجنة واللجنة من حقها ان هي تصيغ الدستور دون اي قيود عليها والله يا فنم نتمنى لانه المادة التسعة كمان بتنص على انه لجنة المية دي هيبقى مثلا عشرين فرد فقط من مختلف طوائف الشعب المنتخبين المنتخبين عشرين منتخبين والباقي من مختلف طوائف الشعب اللي برضو يختلفوا المجلس عسكري فهي مادة يعني غريبة الظروف بسوعة يبقى فيه اشكالية ان المليونية يتحدد لها 18 نوفمبر يعني قبل انتخابات المرحلة الاولى بعشر تيام وده اكيد طب بمناسبة بقى انه حضرتك قلت يعني انه ده قبل يعني ده عدم استخرار بالنسبة للأوضاع بمناسبة تفجير الخط الغاز المرة السادسة ولا السبعة احنا نعمل انتخابات في ظل الظروف دي ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه ويمكن خبرنا من الشروق الصفحة التانية هو طالب يمكن تلت اخبار جديد عن الانتخابات بس يمكن اهمهم ان الشروق بيتقول ان الانتخابات دخلت في الجد قبل ما ندخل الانتخابات دخلت في الجد يعني احنا مغدين معنا من الشروق ازمة رهائن جديدة تشتعل في الصعيد وقبل ما ندخل الستوديو سمعنا عن عمليات بلطجة في الاسكندرية ومواجهات بالاسلحة النارية في صهاج اهالي كرة اولاد يحيى يحصروا قرية اولاد خليفة ومنعوا دخول الاسعاف ومنعوا دخول المطافي وادلنا اربع او خمس ايام في تراشق بالاسلحة النارية وقوات الامن تقف موقف المتفرج والتدخل حتى الان تدخل على استحياء يعني اعضات عرفية وبيجيبوا كبار العائلات في لقصر وانا مواجهات بين قريتين تدخل فيها الشيخ احمد الطيب وشقيقه في محاولة للم الشمل في جلسات عرفية وبرضو فيه في دوميات حاجات وفي دوميات موضوع اجريوم والاحتجاجات وقطع الطريق الدولي بسبب يعني ده انفلات امني ولا تسيب امني هو مش انفلات امني هو عدم قدرة من الامن على السيطرة على الاوضاع في ظل الظروف الرهنة السؤال طب نعمل انتخابات ازاي بقى؟ اعمل انتخابات طبعا المجلس العسكري والشرطة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات بيعدوا طول الوقت باجراء انتخابات نازيهة امنة في جو من الاستقرار السؤال انا مش عارف اضبط الاوضاع في الشارع ولا عارف اسيطر على عمليات تبادل لاطلاق النار مستمر ادلها خمس ايام في اماكن متفرقة درهير ان احنا عندنا في تصويت المصيرين في الخارج كمان طبعا يعني احنا ما شاء الله احنا متوزعين في كل حاجة ازاي هضبط الانتخابات في تسع محافظات كل مرحلة من المراحل تسع محافظات كل محافظة هيكون فيها عدد كبير من اللجان ازاي؟ ويمكن اللجان الانتخابية حواليها دي هي في حدود خمسة وعشرين الف تقريبا ده في كل مرحلة اه في كل مرحلة كل مرحلة تسع محافظات كل محافظة متقسمة دايرة او دايرتين كل دايرة فيها العشرات من اللجان الانتخابية طيب نترك للحكومة والمجلس الاسكالي اللي جابة عندها هم هعملوا ده ازاي؟ هنشوف في الليام اللي جاية وربنا يستطيع اتمنى ان تطلع انتخاباتنا زيها حتى يعني يتم انهاء الفترة الانتقالية على خير كلنا نتمنى دا بلا استثناء المصريين جوه مصر وبرا مصر والدنيا كلنا نتمنى دا ربنا يعطيها لخير شعورنا الانتخابات دخلت في الجد ومن الاهرام الصفحة الاولى قبل بس ما وصل الاهرام كان فيه تهديد مهم من الكتلة المصرية التي تضم احزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريون الاحرار والتجمع بالانسحاب من الانتخابات في حال عدم حصولها على رمز انتخابي واحد مفترض ان احزاب الكتلة المصرية اعدت قوائم موحدة للمنافسة في الانتخابات البرلمانية القادمة حصول كل حزب من احزاب الكتلة على رمز هيبقى فيه لغبطة شديدة جدا اثناء التصويت واثناء الفرز يعني المواطن اللي رايح يصور للكتلة مش عارف هيصوت للمصريين الاحرار ولا للتجمع ولا للمصري الديمقراطي لا اول سؤال احنا هنخش الانتخابات ومعنا الفلول كده يعني الحياة خلاص سلمنا ده اصبح امر واقع ماكيش قانون عزل بقى سياسي طبعا كل ما تم الوعد به في هذا الشأن الى الان لم يتحقق وعلم تستفهم كبيرة وتعجب بعديها ونحط للمتعجب زي ما احنا عايزين الاهرام الصفحة الاولى التحقيق في تمويل مجبوه للدعاية الانتخابية وفي الاخبار الصفحة التالتة خبر بيناقض الموضوع تماما اللجنة العالية ده خبر مهم جدا تصرح انه لا شكاوى من استخدام شعارات دينية او تلقي اموال من الخارج مع انه انا مش فاهم زميلنا لساز عبد الرؤوف خليفة في الاهرام النهاردة واخد تصريحات مهمة من المساشر عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال ان اجهزة الرقابة المختلفة تمكنت خلال الايام القليلة الماضية من رصد اموال مجبوهة تلقتها بعض الطيارات لاستخدامها في الانفاق على الدعاية الانتخابية ده اتهام مباشر لبعض الطيارات التي لم يسميها حتى الان ولكن لم يكشف عنها حتى الان بانها تلقت اموال مجبوهة من الخارج للصرف عليها خلال المرحلة الانتخابية بس مع تزالي موصفيتها ارادت معروفة للجميع لا تعلن عن عددها ولا تعلن على مصدر فلوسها ولا تعلن عن اي حاجة ولا في رقابة على اوجه صرف الاموال اللي بفروض بيجمعوها من اشتراكات من اعضاء حتى لو لي عنيش اموال مجبوهة المستشار عبد المعز النايم قال كده هو الحقيقة فيه انا عايزة انقل بقى للاخبار المستشار يسري عبد الكريم من اللجنة العليا للانتخابات رئيس اللجنة الفنية في اللجنة العليا للانتخابات قال ان اللجنة لم ترصد او تتلقى اي بلاغات حقيقية حول مخالفة قواعد الدعاية او استخدام شعرات دينية او منع او اي مرشح من الوصول للناخبين في دائرته وان حسب ما نقل زميلنا خالد ميري ان لا شكاوى من استخدام شعرات دينية او تلقي اموال من الخارج طبعا تصريحين متنقضين لرئيس اللجنة والرئيس اللجنة الفنية يريد اعودوا يتفقوا يعني حد يتكلم عنهم علشان حتى التصريحات بس اظن الاهرام اللي نقلال الاهرام عن المستشار عبد المعز ابراهيم اوقع لانه الراجل اي الخبر اي ان اجهزة الرقابة بدأت التحقيق بالفعل اتمنى ان فكرة التحقيق في تلقي بعض الطائرات السياسية اموال من الخارج للصرف في الدعالة الانتخابية وتعلن بشكل سريع وما تبقاش زيها زي ما سمعنا ان امريكا وبعض الدول الاوروبية باعطت تمويل كبير لبعض الشخصيات وبعض المنظمات وعرفنا ان في تحقيقات اتفتحت من فترة طويلة والى الان لم نعلم ما هي تلك المنظمات ومن هي تلك الشخصيات والله احنا نتمنى ده ونتمنى انه يعني توحيد التصريحات انه لما يطلع تصريح يطلع بشكل رسمي وعن ممثل اللجنة ما يبقاش الرئيس اللجنة بيقول حاجة ويطلع احد عضاء اللجنة جاريتين حكوميتين قوميتين نقلين تصريحين متنخدين تماما طيب